يشهد سوق العمل في المنطقة تحولات وتقلبات منذ بداية العقد الحالي عززتها جائحة كورونا فقد أظهر استطلاع بعنوان أمال ومخاوف الموظفين لعام 2022 أجرته شركة PwC الشرق الأوسط أن 30% تقريبا من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط يعتزمون البحث بشكل أكيد أو على الأرجح عن وظيفة جديدة خلال العام المقبل مقارنة بنسبة 19% وفق المتوسط العالمي ووجد الاستطلاع الذي شمل 1565 مشاركا من جميع أنحاء المنطقة أن الموظفون يعطون الأولوية لعدد من العناصر هي الشفافية والمرونة والصحة النفسية في العمل وفي وقت بدأ العالم يتعافى من الجائحة قال 63% من المشاركين إنه بوسعهم أداء وظائفهم عن بعد وصلت الاستطلاع الضوء على التباين بين توقعات الموظفين من جهة وتوقعات أصحاب العمل في المنطقة من جهة أخرى إذ قال 31% من الموظفين إن الشركات التي يعملون فيها ترغب في أن يعملوا في المكتب بدوام كامل في حين أشار 23% فقط من الموظفين إلى أنهم يفضلون هذه الطريقة وفضل 77% لعمل بنظام يتميز ببعض المرونة ويجمع بين العمل في المكتب والعمل عن بعد ورأى 35% من المشاركين في الاستطلاع أن الصحة النفسية تعتبر مهمة للغاية في العمل وفيما يتعلق بطلب زيادة في الأجر تتزايد احتمالات قيام المشاركين في منطقة شرق الأوسط بنسبة 54% بطلب زيادة ويعتبر جيل الألفية الفئة العمرية الأكثر ترجيحا لطلب هذه الزيادة أو طلب الحصول على ترقية وإلا بحثوا عن عمل جديد كما قالوا للمستطلعين وتدئل هذه المؤشرات بشكل عام على أن الدوافع وراء بحث الموظفين عن وظائف جديدة لم تعد تتوقف على عنصر الأجر المالي فحسب بل تتعداه إلى الرضا الشخصي ومدى تأثير قيم المؤسسة وأليات إدارتها على الثقافة المؤسسية والفرص في بيئة العمل ترجمة نانسي قنقر